اشتركوا في القناة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري متابعين في الأردن أسعاد الله وقاتكم بكل خير نرحبكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب نهار اليوم ارتفع الدرجات الحرارة بشكل إضافي واستمر تأثر المملكة بالموجة الحارة الناتجة عن اندفاع لكتلة هوائية شديدة الحرارة من الجزيرة العربية وأيضا من الصحراء الإفريقية هذه الأجوال الحارة يتوقع أن تستمر خلال الساعة القادمة وأيضا خلال يوم غد الاثنين حيث تبلغ هذه الأجوال الحارة ذروتها يوم الاثنين وبالتالي تسود أجواء حارة نسبيا إلى حارة وشديدة الحرارة في بعض المناطق خاصة في منطقة الأهوار والبحر الميت والعقبة تفاصيل أكثر نستعرضها في هذه النشرة لكن لا بسبب لنشرقنا بصور الأقمار الاصطناعية الملتقطة خلال ساعات صباح يوم حيث خلت عموم مناطق المملكة من الغيوم باستثناء بعض الغيوم العالية بدون فعالية التي عبرت أجواء عموم منطقة بلاد الشام والعراق وعموم شرق البحر الأبيض المتوسط هي ناتجة عن اندفاع التيار أو ما يسمى بالتيار النفاذ في طبقات الجو العالية اندفعت على إثري هذه الغيوم في طبقات الجو العالية أيضا هي عبارة عن غيوم عالية بدون فعالية نتحدث أكثر حول الأجواء الحارة وتوزيع الكتل الهوائية الحارة خلال الأيام القادمة من يوم الأحد وحتى يوم الأربعة هذه الخراءة توضح لدرجة الحرارة السطحية المتوقعة خلال الساعة القادمة وخلال الأيام القادمة يوم الأحد تستمر الأجواء حارة خاصة في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة أما يوم الأثنين تواصل درجة الحرارة ارتفاعها لتبلغ الموجة الحارة الضروتة على المملكة درجة الحرارة ستكون في منتصف الثلاثينيات في أغلى مناطق المملكة بينما تكون في بداية إلى أواصل الأربعينيات في منطقة الأغوار والربحر الميت والعقبة أيضا أجواء الحارة تستمر في العموم منطقة بلاد الشام أيضا العراق الشمال المملكة العربية السعودية ومصر وبالتالي هذه الموجة يمكن اعتباره بأنها موجة حارة إقليمية تؤثر على جميع هذه المناطق كما ذكرنا دروة الأجواء الحارة تكون يوم الأثنين بإذن الله يوم الثلاثات تتراجع قليلا درجات الحرارة لكن تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتين مثل هذا الوقت من العام تستمر الأجواء الحارة نسبيا في عموم المناطق لكن تكون أقل حرارة مما سجلته يوم الأثنين أما ليلا تنخفض درجات الحرارة هي ليلة الثلاثة على الأربعاء لتعود الأجواء التي تصبح لطيفة إلى ما إلى البرودة خلال ساعة الليل في عموم المناطق فيما تواصل يوم الأربعاء درجات الحرارة انخفاضها لكن تبقى أعلى من معدلاتين مثل هذا الوقت من العام وبالتالي تنكسر هذه الموجة الحارة يوم الأربعاء وتعود الأجواء الربيعية دافئة في أغلب المناطق التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة الصحور تكون الأجواء غاية مجزئيا بغيوم عالية بدون فعالية الملموسة 23 أما المقاسة تكون 24 الرطوبة منخفضة أما الرياح تكون غربية خفيفة السرعة وبالتالي الصحور في الخارج سيكون ممتاز نتحدث الآن عن الثلاث أيام القادمة للعاصمة عمان يوم الأثنين كما ذكرنا الموجة الحارة تبلغ ضروتها 35 درجة مئوية في العاصمة عمان تكون أعلى من ذلك في المناطق المنخفضة تكون شديدة الحرارة في منطقة الأغوار والرباح الميت والعاقبة وحيث تكون بين بداية الأربعينيات وحتى منتصف الأربعينيات أيضا تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار ليلا تسجل 24 درجة مئوية يوم الثلاثات تتراجع حدة الأجواء الحارة قليلة لكن تبقى درجة الحارة أعلى من معدلاته المثل هذا الوقت من العام أجواء حارة نسبيا خلالها ساعات النهار 30 درجة مئوية لكن تنخفض ليلا لتسجل 14 درجة مئوية وبالتالي يمكن القول بأن الموجة الحارة ستبدأ بالانكسار تدريجيا باعتبارا من ساعات مساء يوم الثلاثة يوم الأربعين تنخفض درجة الحارة لتكون 25 درجة مئوية وبالتالي يمكن القول بأس ربيع دافع خلال يوم الأربعين لكن تبقى على من معدلاته مثل هذا الوقت من العام أما ليلا تنخفض إلى 13 درجة مئوية كان هذا كل ما لدينا لحد الآن اللقاء النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري موسيقى 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 اشتركوا في القناة